سددت سلطانة عمان سقوكاً دوليةً مستحقةً بنحو 700 مليون ريال عماني لينخفض بذلك حجم الدين العام من 15 مليارًا و 300 مليون ريال بنهاية العام الماضي إلى 14 مليارًا و 500 مليون ريال عماني وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الحالي وإشارت وزارة المالية إلى أن نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام تراجعت نسبة 3% لتصل إلى 71% كما أكدت الوزارة وعلى الاستمرار في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدين العام وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية